انطلق دوري المحترفين دوري نجوم العراق ما عروف كيف ما يحلو نطلق عليه لكن النتائج كانت متباينة والدليل ان الفرق الجماهيرية لم تسجل وانتهت بالتعادل الشرطة تعادلة مع القرمة الطلبة تعادلة سلبن الجوية تعادلة سلبن الا الزوراء فاز 1-0 لكن دهوك كان الافضل كيف تقيم هذا المستوى في الدور الأول بداية كل المعطيات وكل المؤشرات تشير وتدلل بانه قادمين على دوري مختلف عن كل السنوات بمعايير كثيرة من ضمنها لاول مرة بتاريخ العراق انه ثمان مدربين سخلنا حياتا العرب نعتبرهم اجانب ثمان مدربين اليوم هم يتصدوا لتدريب ثمان فرق وهذه حالة لاول مرة تحصل يعني بهذا الكم من المدربين ايضا زيادة المحترفين ايضا من الحالات الايجابية اللي فعلها الاتحاد لذلك كل المؤشرات تشير بانه يجب انه نشاهد دوري مختلف اما فنيا اذا اردنا ان نتكلم فصدقني استاذ محمد لم يختلف الاداء الفني انا تكلم الاداء الفني التنظيم والنقل التلفزيوني وحقوق النقل هذه كلها مطلوبة ولكن انا ما يهمني الملعب ما يهمني ما يحصل داخل الملعب لم اشاهد الان بصراحة مباريات اعجبتني او مباريات شاهدت بيها اتجاهات تكتيكية باستثناء مباراة او مباراتين بصراحة انا شاهد سبع مباراة للامانة ثلاث مباراة لم اشاهدها حتى ما اقدر اتكلم عنها سبع مباريات يعني يكفي مثلا لذلك شاهدت المستويات بصراحة وكأنه نفس انتداد لنهاية الموسم الفائت اداء عقيم رغم ان احنا من البداية نعم ورغم ان احنا من البداية بطء توقفات كثيرة يعني احدى المباريات هسا ما رد اذكرها حتى خاط لا تبقى تحز بنفس الناس اللي اذكرهم لان ديه مباراة من المباريات انا قلت الشوط الاول مباراة امس امس كانت احصائية دقيقة يمكن 18 الى 17 دقيقة الشوط الاول من كثرة التوقفات وكثرة العطلات اللي بالملعب لذلك هذا مؤشر غير غير ايجابي اما النتائج فالنتائج بالدور الاول سيد محمد طبيعية تحدث المفاجآت وتحدث المتغيرات قلت لك انا ذكرت لك من بلاي كلام سيد سعد فقير الدور الاول فقير فقير عن 17 هدف 17 هدف مجموع يعني 5 مباريات انتهت بالتعادل ثلاث مباريات التعادل سلبي وخمس مباريات بالفوز لذلك انا اعتقد حتى نسبة الاهداف ضعيفة جدا يعني نتقارنها بعشر مباريات 17 هدف يعني معدل هدف ونص ونص انا اعتبرها قليلة لذلك امر طبيعي قلت لك من اقول ثمان مدربين لاول مرة يعملون هذا يعطيك مؤشر انه هناك تحفظ وهناك عدم رغبة بكشف كل ما عندي وهناك فرق ايضا راح نتكلم عنها من ضمنها الطلبة هناك فرق اعدادها كان فقير اعدادها اصلا كان ضعيف جدا كان شبه معطل شبه معطل ايضا هذي من الفرق اللي اثر على فريق الطلبة فتحة الاعدادة القصيرة نعم